احتلت مصر المركز الثالث والاربعين بعد المئة في قائمة الدول الأقل سلمية وذلك وفقا لمؤشر السلام الذي يصدر عن معهد الاقتصاد والسلام العالمي وشمل مئة واثنتين وستين دولة ويأتي التقرير بالتزامن مع اتهام تقارير محلية ودولية أخرى للسلطات المصرية الجديدة بالضلوع في حالة الانفلات الأمني والتسبب في الانتهاكات الحقوقية التي تشهدها البلاد بعد 30 يونيو بعشرين مركزا دفعة واحدة تراجعت مصر هذا العام على قائمة دولية متخصصة في الأمن ترصد الأوضاع الأمنية السيئة في مختلف بلدان العالم فبعد أن كانت تحتل المركز المائة وثلاثة عشر عام 2013 احتلت مصر المركز المائة وثلاثة وأربعين في القائمة التي تضم مائة واثنتين وستين دولة من مؤشر السلام العالمي الذي يصدر من معهد الاقتصاد والسلام التقرير الأمني يضعه فريق دولي من الخبراء والمعاهد ومراكز البحوث وبالتعاون مع مركز دراسات السلام والنزاعات في جامعة السدني باستراليا مع تحليل البيانات من قبل الاستخبارات الاقتصادية ويأتي تقرير ضمن عدة تقارير داخلية وخارجية تحدثت جميعها عن مصر بعد أحداث الثلاثين من يونيو وأكدت على مسؤولية الدولة عن انتهاكات في مجال حقوق الإنسان كما أشر جل التقارير إلى مشاركة قوات الأمن بشكل مباشر في تلك الانتهاكات إما الامتناع أو تقصير عن حماية الأرواح والممتلكات ومع حديث عن وجود ما يزيد عن أربعين ألف معتقل في السجون المصرية غالبيتهم لأسباب سياسية إضافة لأحاديث أخرى بشأن خروقات جمة تنال من آدمية المعارضين وتنتهك أبسط حقوقهم الإنسانية تبدو قتامة الصورة تلك التي وضعت مصر ضمن قائمة الأسوأ أمنا والأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان وفي دوامة من الانفلات الأمني لم تنتهي بعد وفترات عصيبة لم يذوق المصريون فيها طعم الأمان لتظل دعوات تطوير الجهاز الأمني وتطهيره أحد أبرز الدعوات التي يعول عليها لتحسين الخدمات الأمنية في بلد فقدت مجرد الإحساس بالأمان ترجمة نانسي قنقر شكرا